السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبات وطالبات وأولياء أمور صف الأول لأعدادي إن شاء الله نحل مع بعض الاختبارات من ملحق كتاب جم ونبدأ مع بعض الاختبار الأول كايرو جفر نوريد محافظة القاهرة ونحل مع بعض الصفحات لكتاب 106 و107 و108 وأول سؤال معايا بيكون خاص بي listening الاستماع listen to me اسمعوني الفكرة بتقول ايه my name is أحمد اسمي أحمد my school is near the house المدرسة بتكون ريبة من البيت سؤال ذلك I always walk to school أنا دائما أمشي إلى المدرسة I enter the classroom to take my lessons أنا أدخل للفصل بتاعي عشان أخذ الحصص I like the break time بحب وقت الفسحة because I talk to my friends لإني بتكلم مع أصدقائي and play football وبلعب كرة القدم دي الفكرة بتاعتنا سهلة جدا شوف الأسئلة اللي عليها بيقولي هنا listen استمع and choose واختر the correct answer الإجابة الصحيحة number one I go to school أنا أذهب إلى المدرسة طبعا بجاول الأسئلة بتاعت الأربع اخطيرات على حسب المعلومات اللي هي وردت عندي في الفكرة بيقولي I go to school أنا أذهب إلى المدرسة buy bike بالدراجة buy car بالسيارة unfut سيرا على الأجدام buy bus بالاوتوبيس طبعا بيقول هنا أنا بمشي المدرسة يبقى ايه unfut سيرا على الأجدام number two I talk to my friends في ايه أنا بتكلم مع أصدقائي listens في الحصص break في الفسحة school في المدرسة friends الأصدقاء طبعا في ال ايه في وقت الفسحة رقم ثلاثة the listens are in the الحصص بتكون فين break في الفسحة play ground في الملعب classroom في الفصل هوس في المنزل طبعا بناخد listens الحصص بتاعتنا فين classroom في الفصل number four I play نقط with my friends أنا بلعب ايه مع أصدقائي volleyball كرة الطائرة handball كرة الياد football كرة القدم تنس اللي هو التنس طبعا بلعب ايه football كرة القدم بجاوب الحسب المعلومات اللي وردت عندي في الفقرة جايب لي هنا بيقول لي ايه محادسة ومن خلال محادسة بقراءها كلها في الاول عشان افهمها وابدأ اكمل الكلمات اللي هي مش موجودة فيها بيقول لي هنا complete اكمل اذا فلون دالي وجه الحوار التالي مونة انهاني بقى انا عارفت هنا الحوار بيدوم ما بين مونة وهند بيجهز وجبة الغداء هنا مونة بتقول ايه انا جائعة هيا بنا نعد ونجهز وجبة الغداء هند أتاها أكل بأس او حسنا there is some salad يوجد بعض من الصلطة is there any hummus هل يوجد اي حمص او اي طحينة مونة ردت عليها وقيت لها no there isn't لا انه لا يوجد but there not some olives بعض من الزيتون there ايه there not some olives olives جامع يبقى there ايه طبعا there are مع الجامع بقول there are هنا هند قيت لها there are some نقط 2 يوجد بعض من ايه ايضا مونة قيت لها جيد is there not a cheese هل يوجد اي جبنة طبعا هنا هند ممكن تقول لها ايه there are some عايزين بقى حاجة جامع there are some ايه ممكن نقول فلفل paper طالما هو جايب لهنا جامع اللي هي الار لازم اختار هنا ايه كلمة برضو تكون ايه جامع يبقى there are some papers too يوجد بعض من الفلفل ايضا مونة قيت لها good جيد is there نقطة cheese طبعا في السؤال بيجي لي مين في السؤال بيجي لي مين بيجي لي ايني هل يوجد اي من الجبنة is there any cheese هنا هند قيت لها yes نعم there is نعم انه يوجد مونة بتقول لها what about fix ماذا عن التين تمام are نقطة any fix عايزة تقول لها هل يوجد ايتين are a طبعا are there are there any face هل يوجد ايتين هند قيت لها ايه ردت على كده موقع there aren't any fix طبعا ايت لها ايه يبقى ايت لها نو لا يوجد تمام مونة بتسألها are there any reasons هل يوجد ايه بيهند قيت لها ايه نعم شو الصفحة اللي بعدها بعد كده جايلي هنا صفحة مئة وسبعة بيقول لي ايه بيقول لي هنا reading comprehension كرات القطع read اقرأ the following التالي then answer the questions اجيب على الاسئلة بنقرأ الفقرة ونجاوب على الاسئلة اللي موجودة تحتها بيقول لي هنا مونة عمرها 12 سنة she lives in a big house with her family بتعيش في بيت كبير مع عائلتها her grandparents اجدادها live with them too بيعيشوا معهم ايه ايضا her father is a doctor باباها دكتور he helps sick people بيعالج الناس الايه المرضى يبقى سيك اللي هو الشخص الايه المريض sick people هم الاشخاص المرضى her mother نادية مامتها اسمها نادية اذا تيتشها بتكون مدرسة she teaches home economics هي بتعلم مادة الايه هم economics مادة الاقتصاد الايه المنزلي in a primary school في مدرسة الابتدائي مونة and her only sister مونة واختها heba are twins هما بيكونوا توقم يبقى مونة وهبة الاثنين توقم بيبقوا شبه بعض ومولودين في نفس العمر they look the same بيشبهوا بعض both of them have go to بده بيقول لي الشبه بتاعهم بيقول لي هنا ايه both of them يعني كلاهما يقصد هنا بكلمة them من ومين طبعا مونة واختها التوقم have got big blue eyes عندهم عيون زرقاء كبيرة and blonde hair وشعر أشكر they have no brothers عندهم شخوة ولاد so لذلك they spend their free time together بيقضوا وقت فراغهم free time هو وقت الفراغ تجذر معا playing with their toys بيلعبوا بالالعب بتاعتهم her grandfather جدهم كمال doesn't work لا يعمل he is 65 years old عمره 65 سنة he always tells the children's stories دايما بيحكي لهم الاين او بيخبرهم القصص grandmother الجدة yara is a good cook يعني بتكون طبخة ماهرة او جيدة she often makes them delicious cakes دايما بتعملهم الكيكة الايه اللذيذة فكرة سهلة جدا نشوف كده الاسئلة اللي عليها بيقول لي ايه انصر اجيب the front questions عن الاسئلة التالية نبرا ون what does the passage talk about passage يعني الفقرة الفقرة ديت بتتكلم عن ايه طبعا هنا الفقرة بتكلمنا عن مونة والد هيبقى مونة and her family مونة and her family مونة والدها نمبر تو بيقول لي هنا ايه what does he be look like he be شبه مين طبعا هنا هبا طالما هي التوأم اللي اختها مونة يبقى هي تشبه مين مونة يبقى he be looks like her sister مونة he be looks like يعني تشبه لأن he always tells them stores دايما بيحكي لهم الايه الكصص because لأن طبعا ما جاب لي السؤال بواي يبقى بيحكي لهم ايه طبعا stories الكصص جاب لي هنا choose اختار ذاك ركت انصر الاجابة الصحيحة وبرده تابع الفكرة بيقول لي هنا the word sick كلمة مريض the opposite of opposite of يعني عكس عكس كلمة مريض ايه delicious لذيذ lazy كسول فست سريع will بخير او بحالة ايه جيدة او بصحة جيدة طبعا عكسها لي ايه will بخير او بصحة جيدة رقم خمسة نقطة delicious كيكس من اللي بيعمل الكيكة اللذيذة نادية ولا كمال ولا يارا ولا مونة طبعا هنا عندي مين the underlying word them refers to تشير الى ايه احنا قلنا them بيقول هنا both of them كلا هما have got big blue eyes and blonde hair اللي اتنين بيكون عندهم شعر اشكر وبيكون عندهم عيون زرقاء واسعة او كبيرة يقصد هنا مين اللي هما التوأم التوأم بتوعنا مين في الفقرة طبعا التوأم مونة ومين وهبة جبقى مونة ان هبة ده الاختيار الايه الصحيح جيبلي هنا بيقول لي ايه choose اختر ذاكرك تانصر الاجابة الصحيحة from a b c or d من الاربع اختيارات اللي عندها number one a group of people مجموعة من الاشخاص who play music بيعزفوا موسيقى together معا is called يدعو يسموا ايه نسمع بعضهم بيعزفوا موسيقى دول اسمهم ايه بين لي السلة باك ظهر او الخلف باند فرقه موسيقية بوند البركة طبعا باند اللي هي الفرقه الموسيقية رقم اثنين الشخص ايه makes good decisions بيتخذ القرارات الجيدة sensitive اللي هو الحساس لازي الكسول sensible العاقل ولا بيزي المجعول طبعا sensible الشخص العاقل او الحكيم هو اللي بيعمل ايه بيتخذ القرارات الجيدة رقم ثلاثة what no at you listen to on the radio قالوا to music للموسيقى عايز يقول له انت بتستمع لايه في الراديو طبعا عندي هنا listen عندي هنا مصدر طبعا عندي مصدر يبقى انا هستبعد هنا or where عندي يدو يبقى هنا بخاطب you يبقى هاختار مين هاختار دو يبقى what do you listen to the radio عندي هنا دوز لو كان عندي الفاعل اصلا مفرد لكن عندي هنا الفاعل من ضمائر الجمع فاخترت كفاعل مساعد معايا دو لان عندي هنا مصدر بعد كده 180 108 صفحة 108 بيقول لي هنا السؤال الرابع a note is something you buy to remember a holiday شيء ما بتشتريه لتتذكر الاجازة بتشتري ايه لو انت في مكان عشان تفتكر الاجازة اللي انت قضيتها في المكان ده سوفنير هدية سكرية view منظر طبيعي price جائزة middle المدليا طبعا سوفنير بتشتري هدية سكرية رقم 5 there is نقط cheese جبنا in the table على الترابيزة عندي هنا عايزة اقول any طبعا ما ينفعش لان الجملة مش منفية some ولا lot of عايزة a lot of ولا mini طبعا عايزة بعدها جامع يعد والجبنة لا تعد يبقى هنختار هنا ايه there is some cheese يوجد بعض من الجبنة ونذهب له على الترابيزة بعد كده رقم 6 it's important to ده مهم من ايه نقط safe online انطبكة امن عبر الانترنت sleep ينام safe يعني ينقذ او يوفر say يقول stay يعني تبقى يبقى هنا stay safe online stay safe online يعني ابقى امن عبر الانترنت رقم 7 he is very good هو بيكون جيد في drawing الرسم draws ولا draw ولا drawing عندي good لابد ان يأتي بعدها المصدر plus ing يبقى هنختار هنا ايه drawing رقم 8 بعض الاطفال ان يجبت في مصر نقط توسكول بيعملوا ايه المدرسة circle دائرة ولا cycle بيركبوا الدراجة ولا bicycle الدراجة ولا recycle اعادة استخدام طبعا cycle يعني بيركبوا الدراجة توسكول للارز بلبن بيكون ايه easy يعني سهلة recipe الوصفة recycling لعادة الاستخدام روض الطريق equipment المعدات طبعا recipe اعتقد ان الوصفة بتاعت رز بلبن بتكون سهلة رقم 10 to make a video كل عشان تجري مكالمة فيديو not your tablet on عايزين نقول شغل ايه tablet turns يعني هنا طالما ان انا بدي تعليمات بفعل شي لا بد ابدأ في المصدر بتاع الفعل turns مضاف لها الاسترنت في الماضي turning ing ولا turn turn your tablet on يعني شغل التابلت بتاع يبقى بدي تعليمات بالمصدر بتاع الفعل شو بقى الكلمة اللي تحتها خط وانصححها ريد اقرأ وصحح الكلمات اللي تحتها ايه خط number one look انظر طبعا دي من الكلمات ادي لها المضارع المستمر تمام هي watches a new film on tv هي بتشاهد فيلم جديد في التلفزيون طبعا هنا look عندي بتدل عبر المضارع المستمر الشي بتاخد معا ايه والverb واي النجاح تبقى is watching is watching رقم رقم اتنين do you got a mobile phone do you got a mobile phone عندي هنا تصريف ثالث عندي لو دوه كان هيبقى مزر انا عنده تصريف ثالث يا have you has معيوب ناخد ايه معيوب ناخد have يبقى have you got a mobile phone انت معك هاتف محمول يبقى have رقم ثلاثة last October في اكتوبر اللي فات we have a picnic انك احنا قاضينا نزها خلوية اه الازهر بركو في حضقة الازهر يبقى we have ليه ازا كان انا بتكلم عن الماضي last October عندي هنا لص وحاجة فاتد الشهر بتاع اكتوبر اللي فات اول ماضي يبقى اختهرها هي هنا هاف هتبقى في الماضي هديبقى had اني باستخدم او عرفت الزمن بتاع من كلمة last October رقم اربعة our parents والدان are proud of بيكونوا فخرين ours جايب لي هنا في اخر الجملة ضمير ملكية تماما ضمير ملكية في اخر الجملة لكن بعد حرف الجار بيجي لي هنا ايه بيجي لي ضمير المفعول يبقى proud of us بيكونوا فخرين ايه بيكونوا فخرين بينا جايب لي هنا بقى يقول لي write a paragraph of 80 words on من 80 كلمة عن ايه عن التكنولوجيا عايزنا اتكلم عن التكنولوجيا هاتكلم هنا عن التكنولوجيا هنقول ايه التكنولوجيا plays a very important role in our life التكنولوجيا تلعب دور مهمة جدا او بتقوم بدور مهمة جدا في حياتنا it makes our life bitter بتجعل حياتنا افضل easier اسهل and more comfortable ومريحة اكتر we use it every many different ways بنستخدمها بقى بطرق مختلفة i use mini my tablet to study my lessons انا بستخدم التابلت بتاعي عشان اذاكر الدرس بتاعتي i use my mobile phone to play games وبستخدم التلفون بتاعي بلعب به الالعاب my father uses the computer بيستخدم الكمبيوتر to do his homework عشان يعمل ايه ويقدل واجب او يقدل ايه العمل بتاعه بيستخدم في الايه في العمل my mom in our life لحياتنا we use them احنا بنستخدمها at schools في المدارس factors في المصانع hospitals في المستشفيات and bankers وكمان في البنوك والمصارف كده حبيبي خلصنا مع بعض الفيديو بتاعنا يا ربي نول اعجابكم اشكركم على الحسن استماعكم واتمنى متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا